افتح باب الزنزانة ادم ادم ينهر اسوي ينهر اسوي ادم رد علي ادم هتفوقه هتولي على مية السعاف وعد هدومه ادم ادم رد علي ادم هتفوقه ادم ادم ينهر اسوي ينهر اسوي ينهر اسوي ينهر اسوي ادم ادم انا الحبيبي دا ايو اصل امتى الكلام ده يعني ايه انه مستشفى ما يسيبه ويموت ولا روح في سكين ده ونقول عرفين افل 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 بقى مش وقته افل ماشي عشان بيه شكله كده مش هتجبه البر معي ااه ادم انا اسفى ادم انا يوم ما اقنعتك انك انت تسلم نفسك كنت واخد وعود ان انت مش هيحصل لك حاجة بالعكس كنت واخد وعود ان احنا هنساعدك ونقف جنبك عشان انت عارف ان انا اكتر واحد في الدنيا دي عارف انك انت مظلوب بس فجأة فجأة لقيت انه بيحصل غير كده عدم انا حلفت يامين ان انا عيش عملي عشان حقق العدل فجأة اكتشفت ان انا بقيت بحقق الظلم وظلمتك انت اول واحد عشان كده عدم انت ملزوم مني ان انا هربك ودلوقتي حالك ودلوقتي حالك بعدين يا باش انا انا بجدد عد خلاص ايه يحصل يحصل باش انا انا اصغر بكتير اقوي مني بيحصلني ده بجدد مش قادر خلاص بجدد 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 كنت متأكد ان انت مش هتدرب صوتك وعانيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتدرب صوتك وعانيك كانوا بيقولوا ان انت ابن ناس بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الاغنية مع ان انا متأكد ان اللي اخترع كلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين محترمين اللي بيخافوا ربنا وانا متأكد انك منهم وانا لو مهربتكش دلوقتي حالا تقلبي ما بخافش ربنا وانا بخاف ربنا وهي ادم و بعدين هايز اقولك الحاجة اللي يردي ضميره ويردي ربه ربنا ربنا لازم ينجي ما تلقش على يا ادم ما تلقش طب انا يا باشا عملت اللي اردي ضميري وعملت الزح ويبت مع الحق ويحصل معا كده ليه ادم في ناس بيتهيقلوا منهم انهم انظلموا وهم فاعدا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من هبادي هياخد حقه 24 نيرات و بعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة و يا بخت اللي يستخدمه ربه و بعدين يا ادم ما تلقش صوت الحقه هيعلى في النهي مهما عيني صوت الظلم دلوقتي في الاخر صوت الحقه هو اللي هيباني هو اللي هيعلى عشان كده انت لازم تهرب و دلوقتي حالا انا مرتب لك كل حاجة مش فضل لانك انت تنفسه بس يلا يا ادم يلا يلا ما تبصش على حاجة انا مرتب لك كل حاجة ما تلقش يلا فضل مولانا فضل عبدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله انا جبت المأذون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا مالك مستعج الاول كده ليه انا لسه عاوز اتكلم مع سامية الاول ما عادش بنا كلام الكلام خلص استهدي بالله يا سامية ما تبقاش قلبك اسوك كده ده انا عبد وجوزك برضه هانت عليك العشر للدرجة دي عموان يا ستة هقول هالك تاني وتالت وعاشر حقك عليها انسى مش قولك عشان خطر المورادي عشان خطر الواد اللي بنا الواد ده هيتربى احسن لما يبعد عنك يا انت خلص مصممة ايوة مصممة ولما طلقتنيش هفضحك في كل حتة وهقول عليك مضم المخدرات وهقول انك عايش عالة على قفايا وهفضحك في كل حتة ياه هاي حصلت الدرجة دي طيب انت طالق يا سامية انا هدي مصممة انت تب خليك مكانك ما تتحركش انا جاية Hattelefon مين عالتلي فوق؟ بعدين هقول لك بعدين يا فندم أنا واجه اهتهام راسمي للمقدم إن شمت طلق دم عليه هو اللي هرب أدم عبد الحي وأنا ذكر وهدي كل جلمة بقولها ما حصلش يا فندم ما حصلش يا سادة اللواء كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كده كده وحضرتك عارف ليه أنا يا فندم خوّمته خوّمته بأخصى جهدي بس هو خدني على أخوانه وضربني ونط من الشباك خدك على أخوانه يا أخي مش عيب عليك كده أنت ظابت عيب عليك ما تبطل بقى الحركات دي عيب عليك انت وانت عدتوا ايه؟ ده دفة مصيبة مصيبة وعدت على نفسنا كلنا داني ما صدقت انكم عبادتوا عليهم انتوا ايه؟ مستعصدان لي؟ عايزين أني عائلة العملية مفضيحة الله يخرب بيوتكم الله يخرب بيوتكم يا فندم هشام ماذكور هو المسؤول الأول والأخير عن هروب أدم عبد الحي يا فندم دخالف التعليمات خرج أدم عبد الحي لمستشفى برا جهاز أمن الدولة هو المسؤول لازم يتحاول للتحيين مش هو بس اللي هتحاول للتحيين كلنا هنتحاول للتحيين وأقولك أنا بعد أزمع ليك الفضل يا دكتور الفضل لأ خالي يا خالي طمني الحمد لله هتاخد الدوة ده وحتجري وتبقى زي الحصان إن شاء الله الفضل معنا دكتور هاجب الدوة راجع استرها يا رب استرها أيوة أيوة ايوة كون فاكرني هسيبك في نام الليل بعد العاملة السودة اللي انت عملتها يا شمام مذكور قلتلك مش أنا اللي هربته قاومته وهرب مني أه على هذا الكلام ده مش عيب ما تبطل بقى نظرية المؤامرة والشك اللي انت عايش لي فيهم طول الوقت ده مش شك ضيقين وقوع في يوم من الأيام تستخيف بزكائي أنا سيف الحديد بص بقى يا سيف عشان أنا رياحك عشان أنا حسك لم أخذة واقف قدامي بتفرق أيوان اللي هربته وثبت أني هربته لو شطر وجدع يا سيف يا حديدي أثبت أني أنا هربته ما أنا عارف أني أنا هربته حكاية بقى أنا هزبت دي مش قضيتي دي قضيتك مع الجهاز يا حزبوك يا حاكموك ماليش فيه أنا جاي هنا عشان أعرف حاجة واحدة بس هربته لي يا شم عشان مظلوم يا سيف مظلوم والأوسخ أني أنت عارف أنه مظلوم ومع ذلك حطه في دماغك ومستقصده مستقصده؟ على أساس إيه؟ أن الباشا كان دفعتي وبغير منه من قامت كلية؟ يا ريتو كان دفعتك ما ولو كان دفعتك ما كنتش قدرت تعمل معا حاجة لكن للأسف للأسف يا سيف إحنا في البلد كده ما بنستقواش إلا على الضعيف حلو، يعني أنت بتعترف أنا كربت إرهابي وإرهابي حطت النظام في شكل مش كويس يعني أنت بتتحدى النظام؟ أنا بتتحدىك أنت يا سيف وقلتها لك قبل كده لو دكر إثبت إن أنا هربته بوست يا سيف أنا عاوزك تجيب لمؤاخذة حصيرة وتفرشها قدام باب أمن الدولة وتقعد عليها وتقعد تعدد وتقول اللي داخل واللي خارج هشان ما تكور هرب قادم عبد الحاية وبرضا مش هتعرفTER يثبت ه هنت أز客 بحصيرة وفرشة قدام باب أمن الدولة شكلك كده مش هجيبها البر يا شما ما اتكور أنا؟ أنا على البر يا باشا أنت اللي غرقان في بلويك وعقدك المكالكعة وغلك وحقدك عن الناس في مدرستك الوسخة اتعلمنا حاجات كتير قوي وشفنا حاجات ما تتصدقش شفنا ناس اتدفنت وهي صحية شفنا شيوخ وانت ملبسهم بيدا الرأس شفنا دا كترة ومهندسين ومحاسبين وناس محترمة وانت جايب مراتتهم وبناتهم ومقلحهم عريانين قدامهم انت مريد يا سيف انت مريد سادي لازم تتعالج عشان وجودك وسطينا أكتر من كده خطر عليك وعلينا بس يا دكتور عن نصيحة الغالية دي ان شاء الله قرأي بحاجة لك العيادة مرة تانية بعد ما تترفد ان شاء الله من أمن الدولة اسماني كويس عشان ومذكور كل الكلام اللي انت قلتو دا في الهوى تحقود وغيور وظابط حمار يا ابني انت بتجيبي المعلومة بعدها بسنة يعني مؤخزة كده صلاحية منتهية معفنة وعمومة انت لمزيدة كباشا وبعدين على فكرة عايز اقولك على حاجة أسهل حاجة ان انت تعذب بني عيادة معشان تاخد منه معلومة عارف؟ انا لما بحقق مع واحد وما بلاقيش عنده معلومة ما بحسش بالزنب عارف ليه؟ ان همري ما ظلمت حد لكن الظالم اللي زيك عمره ما هينور رحمة ربنا انت هتعيش يا سيف في سواد طول عمرك السواد ده مش حواليك السواد ده كويك بص يا شبا مضكور بص انت اسيف يلا بقى علشان انا عاوس انام انت بتتروبني؟ طبعا يا باشا يلا يلا ما تفكرش وشيخوات انا لما تشارك وتار قشنا